لا الاقتراع ولا الدعوات للانتخابات ولا حتى طاولة الحوارات المستديرة استطاعت أن تخفي وتوقف أطمع الانقلابيين قبل 15 عاما في حين كانوا يتقدمون بسرعة نحو الحكم وتولوا زمام الأمور سواء داخل قبة البرلمان أو في الحكومة ومؤسساتها التنفيذية على الرغم من أنها كانت محرمة على الجميع قبل مشاركتهم لا وبل كان يعد كل من انخرط تحت تلك المظلة هو وليد أوسلو ويجب الخلاص منها وفي سيرة الاتصال والتواصل شهدت السنوات المنصرمة عشرات الجولات المكوكية التي ما فتئت تحاول لملمة الأوراق المباثرة وتضميد الجراح وتوحيد الوطن لتحقيق المصالحة ولم الشمل الفلسطيني بوساطات مختلفة لكنها تتعثر في كل مرة لأسباب رفضها الجميع وتبنتها حماس مع إسرار الأخيرة على السلطة والبحث عن مصالحها الخاصة الضيقة فكان اتفاق مكة عام 2007 الذي شهد تدخل السعودية بقل ثقلها لمحاولة تحقيق الوحدة ووقف الانقلاب لكن من تجرأوا على الدم الفلسطيني فنقضوا العهد وخانوا جدران الكعبة عندما سال لعابهم على الحكم من جديد وانقلبوا على عهدهم فمن مكة المكرمة إلى صنعاء ثم القاهرة ودمشق وعواسم أخرى كانت النتيجة مشابهة في كل مرة حتى وصلت طرفان إلى اتفاق القاهرة في نيسان 2011 وعلن ممثل فتح وحماس اتفاقا جديدا بوساطة مصرية لتشكيل حكومة مؤقتة مشتركة مع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2012 لتعود حماس من جديد تختلق ذرائع وتنقض الاتفاق فتتناوب المسميات أصولا لاتفاق الشاطئ ومن ثم بيروت آخرها وسط دعوات من جهات عديدة بإنجاز المصالحة لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية في ظل خطة الضم ومساعي واشنطن لفرض ما يعرف بصفقة القرن ومخططات استيطانية أخرى تحاول محوى الوجود الفلسطيني ولكن تلك الحركة المسكونة بمصالحها الحزبية الضيقة لم تقم وزنا لتلك الأخطار فكان من البديهي في ظل مساعي خلق الوهم والتستر بشعارات لم تحقق أكلها أن يرافق ذلك قمع وملاحقة لكل موقف داخل القطاع معارضا للظلم أو رافضا للانقلاب واليوم بعد 15 عاما على الجرح النازف يعل الصوت لتتوقف فرق الموت عن سلوكيتها ونهجها الذي بدد كل الأحلام والطموحات التي كان من المفترض أن ترى النور وتنير معها حياة أكثر من مليوني مواطن في غزة حيث تنوبت عليهم ضربات منقلب طارة وحصار الاحتلال طارة أخرى وقلوبهم تناجي بحرية وخلاص قريب في زمن سادت فيه شعارات الحرية وحقوق الإنسان وسيد صباح تلفزيون فلسطين